ناس كتير حياتها الزوجية انتهت عشان حد من الطرفين ما بيخلفش بس صار بطل القصة حقيقية النهاردة لما اطلقت من جوزها الأولاني بسبب الخلفة اكتشفت ان عدم الخلفة أرحم بكتير من كل اللي شافته مع جوزها التاني وجوزها التاني يبقى من خلتها مشيت الحياة بيهم كويس في أول ثلاث سنين لحد ما جاب لابتوب بقى يدخل على الانترنت يتعرف على ناس تانية بقى كل شوية يعمل معها مشاكل وخناقات وهو بيشتغل محاسب في قرية سياحية كان على طول متغيب يعني عن البيت بالشهر والشهرين رغم المشاكل صار خلفت منه ولده بنت بدل ما يهتمب بعياله بقى سايب البيت من غير مصاريف ولا بيسأل عليهم حتى لما بنته جالها كانسر فضل زي ما هو بقيت صار هي اللي بتجري على علاج البنت الوحدة لحد ما صار اكتشفت انه متجوز عليها واحدة زملته في الشغل طلبت منه اطلق خدته رحت عند المأزون ساعتها جوزها قاعدة عيض وطلب منها تسامحه ووعدها انه هيتغير وهي سامحته بس بعد ما رجعت اكتشفت انه زي ما هو ويمكن اسوأ ده حتى مراته التانية خلعته وقررت سارة انه ترفع عليه قضية الطلاقة كسبتها وكسبت اغلب القضايا اللي رفعتها ضده فرجع يوسط ناس كتير ووعدوها انه خلاص هيتغير قالوا لها المرة دي احنا ضامنينه اتنزلت سارة عن القضايا ورجعت وبعدها على طول بما فيش رجعتاني اسوأ واكتشفت انه غير جوازه الرسمي بيما تجوز عور فيه سارة موجودة معا دلوقتي عايشة معاه لا قادرة تكمل ولا عارفة تسيبه مش عارفة تعمل ايه